اللغة النهاردة بس سيمبل تلز زمن الماضي البسيط النهاردة نكون جمع باستخدام زمن الماضي البسيط هي غسلت فستانة لاحظنا ان شي جاب عادية هي الفيرب في الماضي ونحن عارفين اللي في الفيرب في الماضي ينضيف ليه اي دي او دي she washed hair dress she didn't wash hair dress لاحظنا اني احنا نعافينا باستنافينا في زمن الماضي البسيط والفيرب سيأتي بيجي انفينيتب يبقى she didn't wash hair dress هي لن تغسل فستانة she bought tickets هي اشترت تذاكر هنا لاحظنا اننا عارفين ان باي الماضي بتاعها بوت بس لاحظنا اننا ما ضفناش d او ed الفعل ده فعل غير منتظم she bought tickets ومفروض نحفظه على هيئة ما ضفلوش d او ed فعل غير منتظم اما ووش ضفناها ed معناها ان هي فعل منتظم بعد كده she didn't buy cotton candy هي لم تشتري حلوة غزل البنات she didn't buy cotton candy ولحظنا ان باي في المصدر لنا ان احنا عندنا didn't بعد كده اناخد بعض الافعال الغير منتظمة زي drink يشرب شريبة drink وين يفوز وان فاذا عندي سي يارى سو رأى باي يشتري بوت اشترى ايد يأكل ايد اكل جو يذهب وينت ذهب هاذ يملك هاذ ملكة take يأخذ talk اخذ يبقى عندي take يأخذ took اخذ نتعلم prep simple tense زمن المودي البسيط وكمان اخذنا كلمات delete زي here you are تفضل واخذنا الافعال الغير منتظمة زي eat يأكل الفعل المودي بتاعها الغير منتظم eat اكل باتك كده نجا عنده time for practice I'll scramble and write دهت بالكلمات عشان نكاون قبل here are you بتبقى ترتبها ايه here are you very good here you are تفضل here you are عندي نمبر 2 juice orange please juice orange please ايه بترتبها ايه excellent orange juice please عصير برتقل لو سمعت نمبر 3 so really it's am thirsty hot so really it's am thirsty hot very good ايه كنت ترتبها it's so hot I'm really thirsty القوة حار جدا انا حقا عتشو بعد كده نجحن time for homework read and write مفروض نقرم الفعل ونشوف التلامة الفعلة ده عندي في المدارع البسيط يبقى ما دي البسيط ايه وطبعا عندي هنا drink مثال ايها drink يشرب شربة وطبعا مفروض نطبق ده طبعا على وين والسي وباي وكده نكون خلاص ندرسنا وقالكم في درس جديد معنا فهم نتعلم بوساطة اشتركوا في القناة وطبعا وطبعا اشتركوا في القناة شكراً لكم